التنفيذ ومختصون يحذرون من المخاطر الصحية والنفسية للأطفال العاملين بالشوارع ومن المدرسة إلى الشارع قصة مليك الذي اتخذ من مسح الزجاج مهنة هي نقاط وأخرى سأسعد بمنقشتها مع ضيفي هنا في الستوديو والسيد حاكيم طلب مدير الحماية بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة صباح الخير سيدي وشكرا على تلبية دعوة صبح نور شكرا على دعوتين جيد بداية تعتبر عمالة الأطفال من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأطفال والمجتمع ككل فيما يفترض أن يكون الطفل داخل مقاعد دراسة نجد البعض من الأطفال يتوجدون في الشوارع ويعملون مهن مختلفة بداية لو تضعنا في الصورة حول الفرق بين عمالة الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال شكرا أولا على الدعوة باسمي وباسم السيدة المفوضة الوطنية سيدة مريم شرفي أحمي الطفولة أود سؤال وجه قبل أن نجاوب على الإنشغال نتعكوه هو سؤال موضوع الساعة في الحقيقة لأنه فيه خلط بين المصطلحات العديد من حتى المختصين ما زال ما يفرقوش في هذه المصطلحين اللي في الحقيقة هم بعيدين ينصبين على موضوع واحد على إنشغال واحد ولكن التعريف تحتهم مختلف جدا أولا نغتنم الفرصة لأنه كل تلاميذنا وأبنائنا بمناسبة الدخول الاجتماعي هذا ونتمنى لهم إن شاء الله سنة دراسية ناجحة والتوفيق وإن شاء الله نفرحه في نهاية سنة بهم نعود لسؤالك الواجيه والمتعلق بالفرق بين مصطلحي عمل الأطفال أو عمل الأطفال ومصطلح الاستغلال الاقتصادي يا أخي العزيزة شارحنا وكلمنا في هذا الموضوع السيدة المفوضة الوطنية عبر العديد من البلطوهات إطارة الهيئة الوطنية العديد من إطارات الوزارات خاصة وزارة العمل في هذا الموضوع عملت الأطفال في الجزائر المعدناش هي أصلا نسبتها ضئيلة جدا نسبة عملت الأطفال في الجزائر هي صفر فاصل صفر واحد صفر فاصل صفر صفر واحد بالمئة معناه ربما ثلاثة أو أربعة قضية في السنة وهذه شكون وقفت عليها مفتشيات وزارة العمل المكلفة بإجراء عملية المراقبة في كل مؤسسات وأرباب العمل ما هي عملت الأطفال والاستغلال الاقتصادي كنت تكلم على عملت الأطفال نحن أمام عقد عمل لأن الشريع الوطني اللي يتوافق مع الشريع الدولي وأن الشريع الوطني الجزائري في مجال مثل الأطفال وفي مجال تشغيل العمل يتكلم عن سن 16 سنة وما فوق لا يمكن تشغيل الطفل أقل من 16 سنة المعادات الدولية في هذا المجال تتكلم على سن 14 سنة الجزائر ديرت أنجرونبا رحنا للمؤسسات الجزائرية توجه الجزائري أحسن من المنظمات الدولية لأنها تطلب 14 سنة وإحنا مشينا لل 16 سنة شرط أساسي أيضا لا يشغل الأطفال في أعمال شاقة لا يكون الطفل يشتغل في أعمال تضر بسحتهم ما كانش طفل يتم تشغيله بين 16 و 18 سنة بدون رخصة كتابية من وليه الشرعي أو الوصي عليه كل هذه الشروط كي تكون نحن نراقب مدى توفر هذه الشروط كي نتكلم عن وجود أو عدم وجود حالة من حالات عمالة الأطفال وفي الجزائر شبه من عادي ما تقرير السنوي لـ 2023 للوجودة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة عمالة الأطفال في هذه السنة 2023 صنف الجزائر من بلدان الأحسن لحققت نتائج جد إيجابية وحتى تغير الصنف تحايل المرتبة الأولى وعلى لأنه يقول بل الجزائر بذلت مجهودات كبيرة خلال سنة 2023 وهي أولاً إصدارها لقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص نعم الثنين إصدارها ووضعها لرقم أخضر مجاني حداش حداش لوضعات الهيئة الوطنية التي حميت وترقي الطفولة في يد المواطنين من أجل التبليغ عن كل انتهاكات حق الطفل هذا هو الإيجاب اللي لازم نتكلم عليها اليوم هذا هي القفز النوعية لحققتها الدولة الجزائرية من خلال مؤسستها من خلال هيئتها الوطنية لحماية وترقي الطفولة ومن خلال مجهود وزارة العدل ومن خلال مجهود وزارة العمل والمصالح الأمنية المكلفة بهذا العمل نعود لموضوع الاستغلال الاقتصادي الاستغلال الاقتصادي اليوم صح فيه إطار قانوني فيه تشريع وطني فيه قانون حماية الطفل فيه قوانين عدة تتكفل بهذا الموضوع وش نهي شفت في الروبرتاج نتعك هذا الطفل اللي هو نشوف فيه هو يمسح الزجاج طفل مثلا يبيع ماء في طريق طفل يروح نستغلوه في هذا الأشغال والأعمال هنا سحرنا أمام حالات استغلال اقتصادي للأطفال ونحن على مستوى الهيئة الوطنة لحماية والترقية الطفولة وكذلك المصالح الأمنية تشرف على مكافحة هذه الحالات كيف ذلك وضعنا أرقام ميكانيزمات للإختار عن هذه الحالات رقم أخضر حداش حداش وضعنا بريد إلكتروني كين فاكس كين التنقل إلى مقر الهيئة يعني مواطنين يبلغون عن هذه الحالات ونحن نتحرك طبقا لأحكام قانون حماية الطفل في الجزائر وطبقا لشريع الوطني المتعلق بمكافحة هذه الأفعال ونحول هذه الإختارات إلى السدقوة الأحداث والذين يتدخلون مباشرة وهم مشكورين في هذا الموضوع وأيضا رؤساء مصالح الوسط المفتوح تابعين لوزارة التضامن الوطني يقومون أيضا بالتدخل لتقديم كل الإعانات الاجتماعية لأنها حالات خاصة نعم في هذه النقطة بالذات في حال أنه وجود طفل مثل مالك كيف يتم التعامل معه لإعادة إدماجه ربما في التكوين ربما إعادة إدماجه في المدرسة من جديد شكرا هذا السؤال أيضا لأنه فيها هيئات وفي قوة مصالح الوسط المفتوح لنتبعين وزارة التضامن تقيم بتحقيقات اجتماعية عندما يصل لها الإختار لتوجه السيدة المفاوضة الوطنية لحماية الطفل نتلقى الإختار عبر الميكانيزمات التي ذكرتها حتى أنه عندنا آلية أخرى جديدة إن شاء الله نتكلم عنها بألك الوطفولة إذن وضعناها مؤخرا كآلية جديدة في إطار مواكبة حملت وبرنامج سلطة العليا البلاد في رقمنة كل القطاعات وضعنا آلية جديدة في هذا المجال نتكلم عنها إن شاء الله نعود نقول لك أنه عندما نحول هذه الإختارات من طرف السيدة المفاوضة إلى مصالح الوسط المفتوح أو قطات الأحداث هنا تقوم بفتح تحقيق اجتماعي وتحرية اجتماعية معمقة في محيط العائلة أولا تتصل بالعائلة تشوف أولا إلى كم طفل كان يقرأ ولا يدرس لأنه لأن الطفل لجم يتواجد في هذا السن مفروض أنه في مقاعد الدراسة ومصالح الوسط المفتوح يتصلون أولا بالمدرسة بالأولياء نشوف الوضعي الاجتماعي الحقيقي لهذا الطفل يدرس ما يدرس تم إقصاءه في حالة تسرب مدرسي هنا كل حالة لها إجراءات انتاحة الطفل مثلا لازم من المفروض يكون في المدرسة مكانش هنا يسأل الأولياء لماذا ويعقدوا اجتماع واتفاق بين المدرسة والأولياء ومصالح الوسط المفتوح في حالة عدم احترام هذا الاتفاق يحول الموضوع ويحول الملف إلى السداقات الإحداث وتختر الصيد المفوضة الوطنية عاجلا بتقرير مفصل من طرف هذه المصالح المصالح عن هذه الوضعيات لأن هذه الوضعيات حالات موجودة في كل المجتمعات متطورة أو في دائرة النمو أو التطور ولكن المطلوب اليوم يجب تبليغنا بهذه الحالات ورفع هذه الانشغالات طيب في حال وجود حالات مثل هذه ما هي العقوبات المترتبة للأولياء أكيد أن الأولياء عندهم مسؤولية أولا عندهم مسؤولية مسؤولية اجتماعية مسؤولية طربية الأبناء مسؤولية مراقبة الأبناء ولكن قانونيا أيضا عندهم مسؤولية كبيرة لأنه اليوم إذا كان خليتهم الطفل يتسولوا بها في الطارق في كل حالات هذه التسول وحالة الاستغلال تعتبر أنماط وصور للاستغلال اقتصادي للأطفال في بعض الأحيان تكون حتى أن الأولياء يعني انطلبوا من هذا المنبر أنه يتجنبوا هذه الوضعيات لأنه في الدولة وضعت صناديق لتقديم المساعدات المادية على مستوى وزارة التضامن على مستوى البلديات على مستوى الجمعيات الوطنية والمحلية كيف يترافق مجهود يعني كبير اليوم لازم اليوم ما رناش يعني اللي هنا باش نقولوا كل شرح نديروا أنطابلو كيما قول ولكن شو طبعا فيه نقائس ولكن العامل الجاري على إسلام العامل قوي وإرادة وعزيمة قوية من طرف مؤسسة الدولة من طرف كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال وكان إيجابيات كبيرة ومشحنا اللي نهضروا عليها التقارير الدولية اليوم هي اللي هيتعترف بذلك وهي منشورة في كل مواقع وفي كل أي واحد أي مواطن يقدر يطلع عليها ما يشعر يعني مخبيا ولا أن الجزائر اليوم تعد من دول لحقة نتائج جد وإيجابية في هذا الموضوع في مجال حماية الطفولة في مجال حقوق الطفل في مجال حقوق الإنسان في مجال مكافحة عملة الأطفال في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في كل المجالات في التطور ونتائج جد وإيجابية عملية البناء متواصلة نقائص هذه لازم نوقف عليها الصح أنه يكون وعي تعمل مواطنين يشاركون وعي إعلاميين وعي الصحفيين وعي المحامين وعي الطلبة وعي تأكل فئة المجتمع بأن وضعوا يد في يد لكشف هذه الوضعيات وكشف حتى الشبكات لتستغل ظروف بعض الظروف الاجتماعية في هذه الشريحة طيب اليوم في قضية ماليك وربما هناك عدد من الأشخاص قضيتهم مثل قضية ماليك يعني كيف ستتعاملون معه اليوم كهيئة وطنية لطرقية وحماية الطفولة أكيد على جناع وضعيات كما هذه يوميا كي نبلغ بها بعض الحالات على الاستغلال اقتصادي نعالجها مباشرة وآنيا نطرب المواطن بركي بلغنا عبر الميكانيزمات التي ذكرتها الأنز والبارد الإلكتروني والطفولة كلها يتصلوا بنا فقط تشوف أطفال مثلا يستغلون هم مواطنين نشكرهم من هذا المنبر يتصلوا بنا يقول نراني شفت دوكات جزت على مثلا نافق فلان جزت قدام الجامعة فلانية قدام المدرسة فلانية شفت الطفل باللي هو يبيع مثلا في البابية هذا وما تعال نظافة أو في الماء ندخل مباشرة نرسل السادة قضاءة الأحداث من أجل عن طريق إما مصلحة الوسطة أو المصلحة الأمنية يروحوا ينتقلوا للوضعية هذه يجيبوا الطفل نشوفوا الوضعية نتعوا نحوسوا على الأولياء نتعوا نقدموه في الحالات إلى كان لازم إعادة إدماجه في المدرسة قمنا بإعادة إدماج العديد من الأطفال ووزارة التربية مشكورة ومصالح وزارة التضامن أيضا اللي يمشون معنا والعدالة والمصالح الأمنية من هذا المنبر مصالح الشرطة ومصالح الدرك الوطني أيضا ساعدونا لأنه تدخلوا في كل وضعية خبرتهم السيدة المفوضة الوطنية وأن اليوم نغتنع الفرصة أن نقول المواطن خبرونا لأنه عندنا كل الميكانيزمات وعندنا كل آلية تدخل اليوم من أجل حماية أطفالنا من كل هذه التجاوزات حتى من طرف استغلالهم من طرف بعض الأشخاص لما عندهم ضمير لما عندهم نية حسنة لبناء هذا الشباب لبناء مستقبل هؤلاء الأطفال طيب ننتقل الأستاذ حكيم طالب ننتقل إلى ملف أو الشق الثاني من نقاشنا في الطرد المدرسي في سن مبكرة مطالب ضرورة إيجاد حلول للظاهرة والتسرب المدرسي إنعكسات نفسية على الأطفال في ظل غياب رعاية الاجتماعية يعني كيف يؤثر الطرد المدرسي والتسرب المبكر للأطفال على صحتهم النفسية يعني سؤال وجه ولكن سمعت في الكلام الرعاية الاجتماعية نقص لا القطرة كان من الوجب اليوم اللي هنا ما جيش أني نعطي لك كل ش ورود برك نوزع في الورود لا حقيقة نقولها فيه رعاية اجتماعية كبيرة رأي هذا الكلام اللي نقول هل نسمعناه خلال زيارتنا الميدانية برفقة سيدة المفوضة ليس في الجزائر فقط شفنا تجربة دولتين أو أكثر مؤخرا كندا موريال إنجليترا في 2019 مؤخرا رحنا لكندا لمهما كانت نتائج لحق هذه الدول عندما عرضت سيدة المفوضة تجربة الجزائر في مجال الرعاية الصحية ورعاية الاجتماعية للأطفال مع وزير الصحة الكندي لدولة كيبك انبهر كل الإطارات اللي كانوا حاضرين في هذا الاجتماع قد كيف الدولة اليوم دولة في العالم اللي ترافق وتوزع سكنات بصفة هكا مجانية في إعانات اجتماعية على مستوى المدارس كتب مجانية تعليم مجاني إطعام مجاني نقل نقل مدرسي مجاني ألاف ألاف 17 مليون طفل أكثر من عشرة مليون قرب 11 مليون طفل متمدرس تضمنهم كتاب جانيا نعم هذه هي الحقيقة لازم نقولها قلت كان نقائس النقائس كان إرادة وعزيمة على أعلى مستويات البلاد ولكن كان أيضا المطلوب منا كهيئات كمجتمع مدني كشباب كطلبة نقول لك نحكي بالأمس فقط ربما زميل تعك اللي كان غطى الحدث كان معنا بالأمس في فندق الميركير وش عملنا كمؤسس الدولة كحيئة وطنية لحيئة وترقية طفولة كان مشروعها ها رائع تكوين دورة تكوينية لفائدة من بعدما كونا الرياضيين الصحفيين الإعلاميين كونا خمسين طالب جامعي جاولنا من كل سنوات ومن كل مختلف ربوع الوطن عدة جامعات حضرت وعدة تخصصات خمسين طالب موضوع وشن هو صناعة المحتوى لأن اليوم موضوع الصح لازم نرافق هذه مجهودات الدولة بأفكار جديدة بوسائل جديدة لليوم بأفكار تتماشى وتوجه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أكيد لأن اليوم حماية وترقية الطفولة مسؤولية الجميع الهيئة أو إطاراتها أو المفوضة الوطنية لا نستطيع نعمل حاجة وحدنا بدون يد ومساعدة كافة المعنيين بشأن الطفولة فكرت سيدة المفوضة والفريق العام اللي معها عملنا هذه الدورة التكونية بالتنسيق معها الفورام وفي هذه المناسبة نشكر البروفيسور خياطي مصطفى ليساهم معنا هذه الدورة التكونية المتخصصة غدوة كون خمسين طالب جامعي متخصصين في صناعة المحتوى المتعلق بترقية حقوق الطفولة ليساهموا في بناء الفكر وفي بناء الوعي لدى الشباب في الجزائر هذه هي الأمور الإيجابية اللي لازم نتحدث اليوم عليها نعم في حال تم تشيل أو طرد مدرسي أو تسرب مدرسي يعني كهيئة كيف تتعملون مع هذه نعم تلقينا مؤخرا مع الدخول المدرسي وإنشغال التأولياء تصلوا بنا على الرقم الأخضر 111 وين كان أمور لطلبنا رسلنا مديريات تربية رسلنا وين كان أمور لديم توجههم مباشرة إلى وزارة التربية الوطنية وهي مشكورة بالمناسبة التي تستقبل كل الشكاوى والبلغات التي نبعث وتم إدماج الأطفال اللي لازم يعودوا السنة وحتى أن سلطات العلية للبلاد أعطت تعليمات صارمة لأجل التكفل بالأطفال وتفادي التسرب المدرسي وإعادة إدماج وإعطاء فرصة ونحن في الجزاء الحمد لله التعليم الجني إلى غاية سن السادة السادة عشر سنة ومن خلال هذا السن أيضا شوف كيف يستدرك حتى الوضع الفراغ لكي يكون فراغ قانوني بإمكان يروح الشباب والأطفال لتسرب أو لشارع كان فيه أيضا عقود تمهين للأطفال إذا ما سعفهم شلحظ بعد سن السادة السادة عشر يروح مباشرة إلى مراكز تكوين المهني للاستفادة من عقود التكونات وعقود تمهين بين 16 و18 سنة يعني فيهم جهود كبير ونحن اليوم نطلب من أي عائلة عندها انشغال في مدرس الأطفال خلال هذا الدخول المدرسي يتقرب إلى مقر الهيئة الوطنية التي حمت وترقي الطفولة المتواجد بشارع ومعالجة كل هذه الوضعيات في إطار القوانين المعمول بها في هذا الشأن طيب في عجالة فقط يعني ما هي الحلول المخترحة من قبل الهيئة الوطنية لترقية وحماية طفولة لتصدي لظاهرة الطرد والتسرب المدرسي أولا أقول أن العمل والمجهود ومجهود الجميع لأن الطرد المدرسي لا يوجد تعسف من جانب الإدارة لأن الطرد لم يكن يعني اليوم لا وزارة الطربية ولا هئة وطنية ولا قطاع وزاري أو مؤسسة الدولة ترمي بولدها فيه ظروف في بعض الأحيان اجتماعية فيه ظروف قاسية وين الشباب مثلا سوء لأطفال تلاميذ لم يكن مراقبة ومتابعة يومية من طرف الأولياء عنهم في بعض الأحيان يروحوا يرتكبوا بعض الأفعال لا يوجد مليحها للمفروض أنه اليوم تلاميذ والأطفال يكونوا في المدرسة لا يكونوا في الشارع مرافقة أصدقاء سوء هذه الأمور التي تخلق هذه الوضعيات التي نحن اليوم نوقف عليها نحاول دائما نعطي فرص للتلاميذ والأطفال بشيكونوا في المدرسة إلى غاية سنة 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 أقول مؤخرا تعليمات سيد الرئيس الجمهورية لإعادة إدماج الأطفال في المدارس وتجنب التسرب المدرسي وإعطاء الفرصة لكل أبنائنا في الجزائح إذن أستاذ حكيم طالب مدير الحماية بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة شكرا لك على كل تفاصيل المقدمة إذن مشاهدنا الكرام نترككم الآن مع أخبار رياضية مع ترجمة نانسي قنقر